كابتن أسامة عبد الكريم كان شغال في فريق البنك الآلي مدرباً ليه حراس المرمى ودرب محمود الزنفالي الحارس اللي نضم مؤخراً ليه النادي الآلي وده السؤالي اللي جاي لكابتن أسامة عبد الكريم رأيك إيه في محمود الزنفالي وهل هيكون إضافة ليه النادي الآلي الفترة اللي جاية؟ لأ جون كويس جداً جون كويس جداً؟ جداً هو الراجل ودي من أهم صفات راجل هقول لك راجل دي ليه؟ ومن أهم صفات اللي هو بتميز بيها أن شخصية محترمة مؤدبة ما بيعملش دوشة كتير بيتمرن كويس وأنا هفتكر وهقول ليه راجل وهقول اللي جاي شكله إيه؟ معهم في الحالة التنفسية مع مصطفى شبير وبقية الحراس اللي موجودة يعني أنا روحت أما تولدت المهمة في البنك الآهلي كان محمود الزنفالي عنده خلع في الكتف نفس إصابة الشناو تقريباً بالضبط اللي هي الموجودة بتاعت الكتف وكان ماشي في التأهيل وشغل التأهيل بشكل كبير جداً لحد ما خلص مراحل التأهيل والتأهيل بالكرة أنا من أول ما شفت وقال وما تولدت المهمة وشفت أموره والخلع والكلام ده أنا عارف إن الإصابة دي على حرص المهمة بالأخص مسهلة ورخمة ما بتجيش في التقويات قد ما أنت لازم تعمل عملية زي اللي جري فيها الشناو على ألمانيا عشان يقدر يرجع بشكل كويس ويرجع سريب فخدت الزنفالي قلت له أخلي بالك أنت دي هتبقى فيها مشكلة ومش هتقدر تأخد المدى بتاع فرد البداع لأن ده في مشكلة كبيرة فقال لله يا خدت أنا تمام وشغل تمام في التأهيل وخلاص إحنا إيه هننزل كان في التوقيت ده ما عنديش غير الزنفالي وأحمد صبحي وكان فيه إصابة لمحمد أبو جبل فطلعنا معسكر إسماعيلية بنجهز عشان عودة الماتشاط والدوري والكلام ده خلو وعمليم معسكر في إسماعيلية فكان شغال معيها كويس جدا جدا فبيعمل كل حاجة بالكورة معادة أنه هو يفرد إيه إيله فجي الكوتش وقتها من صبابة فاسيليو قال لي أنا عايز ألعب المباراة بتاعتي الدوري بالزنفالي قلت له بصة كوتش الزنفالي ما ينفعش يلعب قال لي ده هايل في التمرين هايل كلمة ما بهزرش يعني بيعمل كل حاجة ما يحدش ينفع يشوفها قلت له لأنه هو عنده إصابة وما يقدرش يخلع منها وإحنا ما عندناش غير جنين بس متأيدين هو أبو جبل بالنسبان لنا مصاب فقال لي لأ أنا جبته هو كويس وأنا بشوف في التمرين شغال معك كويس وشغال مع الفرقة كويس قلت له هو كويس عشان بيتحرك برجليه كويس بيعرف يوصل للكورة فبيأثر المسافات على نفسه وهو زكي وعنده الخبرات فبيقدر ما يفردش دراعه بشكل كبير بيخلي رجليه هي اللي توصله في الخطوات فقال لي طالب إذا هو قعد معايا الصبح وقال لي إن هو كويس ويقدر يلعبه قلت له طالب خلاص تمام أنا هعمله تست لو هو يقدر يعمل الفرد تمام أنا هديك أوكي إن احنا نبدأ بالزنفالي اشتغلنا قلت له زنفالي أنا عايز أعملك تست عشان حتة الفرد إنت سليم قال لي أنا بص أنا بعمل كل حاجة ما تقلقش قلت له طالب طالب عملت تست للاختبار أشهد لقورة يمسكها بإيده ياخدها في الإيد تحت بطو كده في حضنه ويروح بالإيد التانية يفرد عشان يطلق أول ما جاء يفرد أم يسرخ فخلاص هنا ستوب قلت له أنت ما تقترش تتحمل ده إنما فضل معانا بأمانة شديدة جدا وفضل موجود معانا في التمرينات ونلعب بأحمد صبح حارس أساسي والزنفالي هو الحارس الاحتراطي اللي معا عملتي كده ليه أنا لأنه ما كانش معانا حراس مخياضين كان غير الثلاث حراس بس أبو جبل كان عنده إصابة قطع في الوطر بتاع العقدلة الضمة وكان مدتها كبيرة مش مدة صغيرة والزنفالي أنت كنت تتفرج زمان كده على أفلام زمان مش تقليلا من أحمد صبح أحمد صبح جون كويس جدا وحارس موهوب وعنده الإمكانيات بس كنت دايما الفتوة اللي يكسب أي حد في المعارك هو اللي يلبس العباية فإحنا كنا لازم نلبس العباية بتاعت الفتوة دي لحمة صبح عشان المناس تشوف لأن ما كانش لسه عنده خبرات كبيرة في اللعبة في الدور الممتاز يعني هو اللي هو اللي هو اللي دور الكبير إن يصعد الفرقة من الدرجات كلها ما كانش ليه دور الكبير إن يلعب ماتشات كتيرة في الدور الممتاز فقعدنا الزنفالي صاحب الخبرات اللي الناس شافته بشكل كبير في الدور الممتاز وبالأخص مع البنك الأهلي ويبقى هو الاحتياط بتاع فالما ناس تشوف تقول لا ده جون جامد ده ما قعد الزنفالي عشان نقدر نعدي بالمرحلة اللي احنا ما كانش معانا حراس مقيدة غير الحارسين اللي معانا لأن الحارس تلك مصر الزنفالي وقتها بقى ممكن يقول لا أنا روح أعمل عملياتي أو على الأقل يقول إيه لا أنا مش أقعد دكة مع كامل الاحترامنا أحمد صبحي مش أقعد دكة لا أهو خلاص مقتنع بس هو مقتنع إن كان فيه خلاص هنا فيه خلاص فيه قطناع إن أنا تعال أنت بتعمل كل حاجة بس مع واحد متخصص لا لازم تقف هنا استوب آه ما حد يكشفها في الملعب كله ولا اللعيبة ولا زميلة ولا أي حاجة إنما مع حد متخصص لا هنا استوب فهو عنده من الجلد أو التحمل وفضل صبر معانا لحد ما رجع أبو جبل من إصابته ووجهناه إن هو يعمل عمليته ويبتدي يعمل عملية بتاعته ويبقى كويس ويبقى سليم مية في المية زي ما هو في الحل اللي هو موجود عليها دلوقتي إنما ده من نوعية أنا بحكي الموضوع ده ليه ده من نوعية الحراس الرجالة آه من نوعية الحراس الرجالة اللي هتبقى إضافة لمركز حراسة مرمى النادل هتلي أتكلم معك على التنافس كمان اللي بينه بالمصطفى الشبير بالضبط التنافس كبير جدا مصطفى جون كويس جون شاب جون واعد معاه جون موليد 92 زنفالي عنده خبرات 32 سنة عنده خبرات كبيرة في الدور المصري إنما الكفة هتبقى أرجح شوية لمصطفى شبير لأن مصطفى هو المقايد أفراقيا فالمقايد أفراقيا هياخد نصيب الأسد في مباريات الدوري عشان يجهز بفترات كبيرة جدا عشان من نادي الأهل يجي يلعب بطولة أفراقيا يكون قدر يلعب عدد ساعات كبيرة جدا في عمر الدور المصري عشان يكون مؤهل أن يلعب المنشاط الأفراقية بشكل كبير شكرا